ميدانيا في سوريا هدنة في كل من الزبداني والفوعة وكفريا إنه توازن الرعب يقود الأعداء إلى مفاوضات أفضت إلى اتفاق هدنة لـ 48 ساعة في كل من الزبداني في ريف دمشق والفوعة وكفريا في ريف إدلب الهدنة دخلت حيزة تنفيذ منذ السادسة من صباح الأربعاء وعلمت الـ BCI أن المفاوضات حول الهدنة كانت بدأت قبل مدة بوساطة إيرانية وتركية وأن اجتماعات حصلت في سوريا وتركيا تناولت تسوية تقضي بخروج آمن للمقاتلين في الزبداني مقابل خروج آمن للمقاتلين والمدنيين من الفوعة وكفريا إلا أن المعارضة رفضت إخراج المدنيين من القريتين لكن ما الذي دفع طرفي النزاع اليوم إلى السير بالهدنة؟ المصادر القريبة من النظام تعز السبب إلى اجتداد الضغط على مقاتلي الزبداني بعد تقدم الجيش السوري وحزب الله إلى وسط المدينة التقدم في المدينة من كافة المحاور في حين تعتبر مصادر أحرار الشام أن قبول الطرف الآخر بالهدنة هو انتصار للمعارضة التي اخترقت خطوط الدفاع الأولى عن الفوعة وكفريا ولفهم الواقع الذي يجعل المهادنة حاجة للطرفين من المفيد القاء النظرة على هاتين الخريطتين هنا يظهر واقع الزبداني التي تحولت بعد معركة القلمون الأخيرة إلى جزيرة للمعارضة في بحر يسيطر عليه النظام وحزب الله تماما كما تظهر هنا الفوعة وكفريا الشيعيتان جزيرة معزولة للنظام بعدما أكملت المعارضة سيطرتها على إدلب واقع هذه المناطق بات يرتبط اليوم بمفاوضات يقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إنها مستمرة بين أحرار الشام ومفود إيرانية وحزب الله حول بندين أساسيين ينصان على تأمين حافلات تقل مقاتلي حركة أحرار الشام إلى مناطق خارج مدينة الزبداني وإدخال مساعدات إنسانية وغذائية إلى كفريا والفوعة أما إذا فشلت هذه المفاوضات فثمت مخاوف من انعكاسات كارثية قد تمتد آثارها إلى خارج هاتين المنطقتين